بعد سنين من الجفاء والقطيعة تلوح في الأفق إمكانية عودة العلاقات التركية السورية إلى سابق عهدها وترقب لاتصال يجمع أردوغان والأسد رغم نفي رسمي من الجانبين بوادر التقارب أشير إليها وأشر عليها رئيس تركي رجب طيب أردوغان الذي أكد وجود تعاون استخبارتي مع النظام السوري والسبق لوزير الخارجية تركي شاويش أوغلو التأكيد أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم السياسي لدمشق ضد قصد ولإخراج الإرهابيين من المنطقة كما تصفهم أنقرة وتجتمع النيات التركية والسورية في مواجهة عدو مشترك هو قوات سوريا الديمقراطية التي تراها أنقرة إرهابية ودمشق انفصالية كما أن عدم امتلاك النظام السوري وسيلة للقضاء على قصد المدعوم أمريكيا قد يجره إلى القبول بأي تعاون مع النظام في تركيا هذه الاستنتاجات قرأها مراقبون على أنها إرهاصات لوضع لبنة أمام توقيع اتفاق أضنى اثنان وتعبيد الطريق أمام تعاون سياسي مستقبلي وكان الرد مبشرا لتركيا إذ لم تطلق دولة واحدة أي تنديد أو استنكار للتصريحات التركية بدعم النظام السوري سياسيا فضلا عن ذلك استضافة موسكو لسلسلة من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى بين مسؤولين سوريين وآخرين أتراك أما الأسباب فكانت للبحث عن إمكانية تلبية المطالب التركية دون التوغل البري والإقامة في الأراضي السورية باستثناء السماح لتركيا بعملية عسكرية محدودة في منطقة تل رفعة بريف حلب لتحديد منصات الصواريخ التي تعتبر أنقرة بأنها تهديد لها